المهندسة لينا حضرة المهندسة يعني منتحدث الآن عن هذا الترابط فعلا التاريخي اللي تحدث عنه زميلي أحمد منتحدث شوي عن الترابط ما بين نابلس ومدينة الصلط بشكل أساسي وتحديدا في الجوانب الثقافية الاجتماعية وأيضا الاقتصادية بحكم أنه كانت طريق واحدة لتجار والمشتريين والبضاعة بشكل عام نعم ما يميز مدينة الصلط هي ترابط مع مجموعة كبيرة من المدن في المنطقة المحيطة ومن أهمها نابلس ليش عم نحكي نابلس عم نحكي نابلس لأنه التجار البرجوازيين اللي كانوا يجوا من مدينة نابلس كانوا يقيموا في مدينة الصلط لفترة فينقلوا معهم صورة البناء وصورة العمارة وبالتالي ممارساتهم الثقافية والتقليدية انصهرت في مجتمع قبلي موجود في مدينة زي مدينة الصلط فأنتج طراز عمراني مميز هذا الطراز واحدة من القيم اللي كانت أساس في تسجيل المدينة إضافة إلى أن الطبيعة الطوبغرافية والجيولوجية والجبلية لمدينة الصلط والبناء اللي كان قائم عليها احترم هاي الطبيعة فهو كان نمط مكرر لما كان موجود في نابلس إضافة إلى الموضوع الزخرفة في الحجر والنحت المعماري الجميل وأخراج تفاصيل معمارية حجرية مميزة كانت بأيدي العمال المهرة جهود التي تبدل الآن وكيف دائما ترسم خطة للقادم أيضا؟ نعم هي أساسيات إعداد أي ملف على قائمة التراث العالمي رابد أن يكون مرفق في هذا الملف ما يسمى بالمانجمنت بلان أو خطة الإدارة خطة الإدارة والتشغيل للموقع المسجل على قائمة التراث العالمي اللي تبرز أهميته من أهمية الاعتراف العالمي بأهمية هذا المكان فبالتالي هي وسيلة للحماية إذن التسجيل هي وسيلة للحماية والحفاظ فتطبيق بنود خطة الإدارة والحفاظ هي الخطوات اللي مرسومة لما بعد التسجيل بما معنى أنه لابد من القيام على المزيد من الأبحاث لغايات الخروج بسردية المدينة السردية وهي النص التاريخي الذي يقال عن المدينة من ألسنة مجتمعها المحلي إضافة إلى ضرورة الاستمرار في المجهودات الوطنية بترميم المباني وإعادة تشغيلها وهي المباني هي كجزء من القيم اللي هي شكلت ملف التسجيل أيضا لابد من العمل على الترويج والتسويق للمدينة كمدينة تراث عالمي إذن لابد لأنها تقدم منتج سياحي جديد فبالتالي لابد أن تكون وجهة سياحية وهي المدينة الوحيدة التي أقرت فيها أحكام تنظيمية خاصة للحماية وجميع هذه أو نحكي الغالبية العظمى لهذه المباني هي مباني ذات ملكيات خاصة فلابد من تشجيع أصحاب المباني بمبادرات للقيام بأعمال الترميم والتشغيل لما بعد الترميم حتى تبث روح الحياة في البناء ولا يكون غير مستخدم أكيد الحقيقة الحديث معيك وإحنا في الأجواء اللي إحنا موجودين فيها يعني يمكن وحضرتك بتكلمي الواحد العين برضو بتروح لعمر الحجر اللي إحنا قاعدين معايا أدئيت بازل في مجهود كبيرة